بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة في المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم أينما كنتم وحيي ما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة والله أصبحنا نتمنى أن نستيقظ في يوم من الأيام نتصفح الأخبار موقع التواصل الاجتماعي ولا نرى هجوم أو شائعات أو استفزازات واضحة للجزائر أتكلم هنا على الجنب المروكي أكيد كأنما أصبحت الجزائر هي مصدر دخل الوحيد والله لو يتكلمون في أمور حقيقية والله عادة عادي جدا ولكن لما نرى الإشعات والتكالف هذا يستلزم أننا نحن أبناء الجزائر نرد على هذه الإشعات ونبين الحقيقة للشعب المروكي وأيضا بكي نوقض بعض الشعوب الجزائرية أو بعض الأشخاص لمازالهم يؤمنون على أنه ليس هناك أي حقد من طرف المروك مع أنه كل كلام واضح كل الحسابات الوهمية والغير الوهمية يعني كلامهم واضح عن الجزائر البعض يقول لك لا ترد عليهم دعنا منهم هذا بما يسمى أنا بالنسبة إليه يعني يسمى بعالم الدياثة لماذا؟ لأنه شخص الذي يسب الشعب ويسب الشهداء ويسب يعني لم يترك لا رئيس جمهورية ولا مواطن بسيط صغير في السن اتهمون بأبشع الصفات مع أنهم الآن هم اللي رأهم في هذا الواقع اتهمون بنحن أبناء فرنسا وما شبه ذلك ولكن الواقع ماذا يقول؟ من الذي طرد فرنسا؟ الجزائر أم المروك؟ من الذي احتضن فرنسا؟ الجزائر أم المروك؟ لذلك أنا أرى أن وجهة رأيي إن لم نرد على هذه الإشاعات وهؤلاء الأشخاص أنا أظن أنه هذا يندرج من باب على أنك راضي صراحة لأنه لا يعقل أني نجي نسبك ونسب الشهداء التوعك ونسب الشعب التاعك وتقول لي لا أخلينا منه لا لو يتكلموا في الأمور الداخلية ربي سهل عليهم في الآلاف الدبلوماسية ربي سهل عليهم لكن لما يقصد الشعب ويقصد الجيش ويقصد الرئاسة ويقصد المواطن مترك لا طفلة لا جوزة كل شيء هنا ويجي يقول لك دحك منهم ولا ترد عليهم أعذروني على هذه المقدمة الطويلة لكن يجب أن نضع يعني بعض النقاط على الحروف من بين الإشاعات اللي رغم يتكلموا عليها ومن بين الإشاعات والتطاول اللي رغم يعني مصبح للليل وهما يعني يتكلموا على الجزائر بالسوء يتهموننا بأبشع الصفات ولذلك فضلت أني أندير يعني عينة صغيرة للمرأة الخليها تتكلم يعني مقتطفات لا يمكن أن أضع كامل الفيديو ليس بسبب طول الفيديو وما شبه ذلك لأنه فيه كلام بذيء كلام بذيء توصف يعني كيف وش دالها النظام وكيف حتى المرأة كي أقصد وكيف حتى دخلت إلى هذه الحاجة الفيديو رغم متوفر رغم مواقع تواصل اجتماعي لكن احترام عند المشاهدين ما رحش ندير كمان الفيديو حاولت يعني ندم أنه ما يمكن إظهاره للمتابعين الجزائريين المحترمين على كل حال هذه فتاة أو هذه إمرأة على كل حال كالعادة هي رغم تتكلم على يعني نيابة على مجموعة يديروا في الأفعال مخلة بالحياة السبب يعني هذا الشيء هو النظام المخزيني والنتائج التطبيع المروكي مع الكيان وهذه النتيجة وقلناها أنه يعني عن قريب ما رحش نشوف دولة اسمها المروك نشوف يعني مقتطفات ونعود إليكم إليكم ما تقول التهديد خطير من طرف عيسابة ختمات معه منذ كورونا ويكتبع اللحم دياله هنا في زيدة من أغلبية ديالي بدأت لي نفسي رحشه ما تقول كن الناس كن الناس كل جمع systemic كل جمع ولا مشكلة كان Taking inaud civil نكتفي عند هذا الحد اخواني اخواتي الفيديو طويل وراه يعني طارت وانا نقوم بتواصل اجتماعي قصوصا لتويتر روه متوفر يعني على نطاق واسع وهذه فقط اقول لك عينة لماذا قلنا سابقا على انه النظام المخزيني يريد باي طريقة من الطرق اخفاء هذه الحقيقة اخفاء الهجرة يعني بسبب انه الاشخاص ما كاشوش يكلوا صراحة احنا في الجزائر نقول لك انه الحرقة الظاهرة عالمية يعني ما كاش بلاد ما كاش بلاد ما عندهاش مواطنين يهجورون من برد الى برد اخر لكن تختري في الاهداف حنا في الجزائر عندنا حرقة صراحة لكن الشعب الجزائري لما يحرك ما يحرك بس كم او رهومية بالشر اصلا الحرقة حنا في الجزائر باش تحرك لاخر فيهم رأو يحرك بثمانين مليون يعني تسقام لذلك لا تقارلون انا واتقولون الحرقة فارتو وشبه ذلك لذلك هذه فقط عينة عينة صغيرة فقط اللي رأي تخلي الشعب المروكي مش يغل يهجر من بلاده يدير كلش صراحة بسبب انه صراحة ما كاش وش يكل صراحة الشعب ولا غالبية الشعوب البسيطة ما كاش وش تاكل بالاضافة الى تهجيرها من مناطقها من ديارها بسبب على انه هذه الاراضي هي تابعة للكيان ومع تكونش حق فيها يعني هل هي ترى هل هذا يعقل أليس هذا النظام لنهرك من الابواق التيعه والذوباب اللي رأي خالصين عليها دائما باش يقوله من روكم بيها يا هل ترى هذا هو النظام اللي يقول الوحدة الترابية والوحدة وحدة الشعوب وهو الشعب انتاعه اصلا رهو يرحل من المنطقة انتاعه الى مناطق اخرى يعني تناقض كبير لهذا هذا النظام انا ما فهمتوش من الجهة يقولك كل الشعب المروكي هو شعب واحد ولكن ترك تهجر في الشعب المروكي وتملح الاراضي لدولة اخرى وذي الدولة معروفة كيفاش تستثمر في الاراضي الغير هذا الكلام ولا هذي المشاكل يعني لو ناخذها كعينة لو هو تهجير السكان والدعارة بانواحها بسبب انه الشعب مكاش وش يأكل صراحة هذي علش ما يتكلموش فيها المؤثري بهم الابواق على غرار سنايبي وعلى غرار سليمي وعبرنوس وما شبه هذلك اللي يراهم بارزين يعني يفتح كبس كبس هذي علش ما يتكلموش على الأمورات هذي هذي ما نشوفوش سنايبي يتكلم على تهجير السكان من مناطقهم وتقديمها لدولة الكيان هذي ما نشوفوش هذو الناس يتكلموا على ان الشعب صراحة ما كاش وش يأكل يطلبوا فقط موقع التواصل الاجتماعي يقولوا اعطونا الخضر ما كاش وش نأكلوا صراحة من بعدتيك لما الفيديو يجي لبوز يقولك لها هذي جزائرية رح ما شفتوها في حديثة يعني الهجرة إلى سبتة من بعد خرج بابها وقال لي بنتي وانا مروكية معنا حتى علاقة مع الجزائر هذا هو المشكل المشكل اين هو يا اخواني انه الشعب المروكي يصدق ولما وجه النظام يعني عرف النقطة الضعف منتاع الشعب انتاعه ولا يستثمر في المؤثرين يقابل اموال صراحة ويلا اكذب على الشعب المروكي وخليه يحسرحوا يعيش فالقمر وقول فقط انه الجزائر مش مليحة والجزائر هي لمش مليحة حتى وصل بهم الناس هذو المؤثرين يعني وش يصرح في العالم تصوروا انه هذا سنيبي هذا قال لا ادل يا سنيبي او شيء اخر المهم واثر يعني تعجب منتغريده في تويتر يقول لك اه فيضانات في اسطانيا قال لك شوف كمية شوف ش اه هذا يثبت كم اه هو شهم الشعب المروكي ما عنده حتى علاقة المهم وش يصرح في في العالم الا ويرضع لانه المروك فور والفاضيحة سببها من هو الجزائر سلافة يا ظان في المروكي قال لك سببها الجزائر ولكن شعب المروكي دائما اقول لا حدث لا يستجيب كأنما مخدر واحد يكون في الانعاش وتحول يعني تعطيله باش يفطن وما يفطنش نفس الشيء لا يستجيب تعطيله بالدليل وتقول له شوف اين هو اي او رهي الحقيقة ولا لا عيش المالك هو رهي ميت بشر ومهجور يعني من ارضه لا لا عيش المالك ومتهل فينك ما قال له هذك متهل فينك بواش الله اعلم هذه فقط عينة فقط ولا هذا فيديوهات اخرى بحول الله تعالى